طبعا لسه هنكمل كلامنا عن الرياضة والمباراة المهمة جدا اللي عملها نادي الأهلي إمبارح دي تالت برونزية ليه على مستوى أو التالت على مستوى العالم فدي تالت برونزية ليه في تاريخه والتانية على التوالي اللي بيحققها نادي الأهلي برونزية كاس العالم لإيلاندية في الإمارات بعد ما فياز على الهلال السعودي بأربع أهداف وفي نفس اليوم كان فيه مباراة أخرى لنادي الزمالك اللي اتعادل فيها في السوان الأخيرة مع بيترو أتليتيكو الأنجولي في أول مباريات دوري المجموعات في بطولة دوري الأبطال عايزين نتكلم أكتر عن هتين المبارتين للحديث والتحليل للوصف الفني كمان معنا في الستوديو الأستاذ عبد الحميد فراج الناقد أرياض صباح الخير يا أستاذ عبد الحميد صباح الخير عليك يا أزم محمد صباح الخير عليك يا وسانت وصباح الخير على كل مشاهدك هنا صباح الخير عليك يعني شفت زي الموتش مبارح بالزياد بعد الاكتساح اللي الأهلي عملوا مبارح أربعة صفر طبعا بمبارك لكل جمهور النادي الأهلي في مصر وفي الوطن العربي كله إنجاز كبير جدا وإنجاز تاريخي للنادي الأهلي زي ما أردت أقلت أزم محمد تالت مديليا برونزية في تاريخ النادي الأهلي فخر القارة الأفريقية زي ما الاتحاد الأفريقي الكاف أعلن ده على تويتر على حسابه الرسمي كمان على تويتر وفيسبوك بيؤكد إن النادي الأهلي بيحقق إنجاز وإنجاز أعتقد إنه هو المرة ديت كمان له شعور غالي وإحساس غالي كبير جدا عند جمهور النادي الأهلي نظرا للظروف اللي مر بيها النادي الأهلي في البطولة بشكل عام غياب الدوليين عن أول مباراة الظروف الصعبة إصابات وغيابات العيبة اللي موجودة مع المنتخبات المختلفة سواء منتخب مصر أو تونس أو مالي الطموحات اللي كان رايح بيها النادي الأهلي في البطولة ديت ما كاتش تخلينا نقول إنه ممكن النادي الأهلي يرجع بإنجاز كبير زي المركز الثالث نظرا للظروف الصعبة اللي بدأ بيها ولكن فعلا لعبة النادي الأهلي لعبه بروحه القتال من أول مباراة فوز غالي جدا على مونتيري المكسيكي في بداية الأول جولة وكان فوز يعني بيعيد من جديد كده الأجواء للنادي الأهلي إن هو يقدر بأي 11 لعب في الملعب يقدر يحقق إنجاز هدف طبعا لمحمد هاني وبيقدر يوصله للنصف النهائي بدأت من هنا الأحلام تزهر وتكتر تاني عند جمهور النادي الأهلي في المواجهة التانية مع بالمراس كانت مواجهة صعبة جدا بطل أمريكا الجنوبية فريق مميز وعنده من العناصر والخبرات اللي يخليه يقدر يتخطى النادي الأهلي وكمان عنده يعني مواجهة سابقة في البطولة الماضية كان الأهلي تفوق على بالمراس فكان فيه كده ندية زيادة شوية في المباراة فريق البرازيلي قدر إنه هو يفوز بيها وديها كزي ما بقولها نتيجة طبيعية وفقا لفريق الإمكانيات بين قارة الأفريقية بشكل عام وبين قارة أمريكا الجنوبية أعتقد إن النادي الأهلي العودة بالمركز الثالث وخصوصا كمان إنك تقابل منافس قوي جدا بطل أسيا فريق الهلال السعودي بيلعب عنده جالية سعودية وعنده جماهيرية فريق عربي فريق من القيمة السوقية بتاعته يكاد يكون ضعف النادي الأهلي بيتفوق على 60 مليون دولار فريق قوي جدا جدا وعنده من المحترفين بنسميه مصطف إيه يعني العناصر القوية جدا فكانت النتائج كلها برضو بتقول إن المباراة مش سهلة ولكن فوز وفوز كبير وبربعية وبتحقق إنجازات كبيرة جدا أرقام كياسية كبيرة جدا النادي الأهلي بيحققها بعد الفوز بالأمس أعتقد إنجاز بيخلي جمهور النادي الأهلي ينتعش ويعيش أسعد لحظاته دلوقتي إنجاز تاريخي تالت مدالية برونزية بتكلم على إنه أكتر فريق خوضا للبطولات في البطولة بتحقق إنجازات كتير جدا بتخرج ب2 كيلنشيت في البطولة دي بالنسبة للمستوى حراسط المرمى اللعيبة بتاعتك بتاخد رجل المباراة وبتأدي أداء رائع بتكتسب ثقاتهم في نفسهم ومعنويات اللعيبة زي ياسر إبراهيم زي محمد هاني الدولت بياخدوا حمل زيادة كمان فنيا من خلال الدفعة المعنوية اللي خدوها في البطولة اللي زي دي أعتقد إننادي الأهلي راجع بمكاسب كبيرة جدا جدا هتفرق معاه في السنين اللي جاي ده عظيم الهلال السعودي مظهرش بنفس الشكل اللي ظهر عليه في مباراة تشيلسي صحيح صحيح كان بواكد تشيلسي أعتقد إنه هو خلص كل الحمل الفني بتاعه كان بيحاول يركز جدا إنه هو يخطف مباراة النهائية أو يخطف بطاقة المباراة النهائية أعتقد إنه هما استنفذوا مخزونهم الفني كله قدام بطل أوروبا فريق تشيلسي وكان ند وخصوصا في الشرط التاني هو ممكن الشرط الأول كان تشيلسي متفوق وكان متقدم والخطأ بتاع الدوسري ولكن في الشرط التاني بصراحة لأ كان يعني كيبة كان هو نجم المباراة كان حارس تشيلسي كان هو نجم المباراة وكان الهلال السعودي يعني فارق فنيا على تشيلسي في الشرط التاني تحديدا فأعتقد إنه هما خلقوا كل الحمل الفني عندهم في مواجهة تشيلسي مركزوش أو ما حسبوش حزبتهم أوي قدام الناد الأهلي وما حطوش في اعتبارهم إن مواجهة بطل أفريقيا مواجهة ممكن تكون شرسة ما أنت بخلص كل حمولتك أنت كمان بخلص طقتك كلها ونخلص العيبة الدولية والإجهاد والإصابات وحيات كتيرة جدا ولكن أعتقد كمان الناد الأهلي كان مركز قوي قوي إنه هو يرجع في مباراة المركز الثالث بنتيجة يرد بيها على الكل وتحديدا يعني ممكن التحية الأساسية والكبرى تكون لرجل المواجهات الكبرى بيتسو موسماني مدرب بيثبت في كل مواجهة كبرى إنه هو فعلا على الموعد وبيقدر يحزم المواجهات دي بطريقته وبخطته مهما كانت الغيبات اللي عنده طب بأنك بقى بتتكلم على بيتسو موسماني يعني شايف أن بيتسو موسماني يعرف يعتمد على أحمد عبدالقادر شوفي هو مكاسبه زي ما قلتلك كتير جدا في البطولة دي أحمد عبدالقادر من اللعيبة المميزة جدا واللي ظهر بشكل طيب مع الناد الأهلي في البطولة الأخيرة في الفترة الأخيرة بيتسو موسماني مع التشكيلة الهجومية بشكل كامل للناد الأهلي أحمد عبدالقادر لعيب فوتبولار كويس جدا بيمسك الكرة بشكل كويس عنده ثقة وعنده شخصية في الملعب أعتقد أنه هو هيكون ورقة أساسية في الناد الأهلي في الفترة اللي جاي طيب أتوقع كيروش ياخده المنتخب ورد جدا بص كيروش مدير فني مارن مدير فني ما عندهش لعيب أساسي أو لعيب ثابت في فنه هو قال المجال مفتوح لكله يعني ودي حقيقة ويعني احنا حتى في النقد الرياضي بنقول أن اللي مش هينضم للمنتخب في عهد كيروش ربما ما يلاقيش فرصة مناسبة أكتر من الوقت دوت لأنه هو بيدي الفرصة لكل العيبة وشوفنا ده في الفترة الأخيرة سواء في كاسة العرب أو حتى في القايمة بتاعة كاسة أولوة أفريقية ولكن هو احنا من هنا لحد مارس اللي هي الملحق إن شاء الله ومواجهاته السنغال ربما ما يكونش فيه تغييرات كتيرة ولكن اسم زي أحمد عبدالقادر أكيد لو هو كمل بشكل أساسي مع نادي الأهلي سواء في البطولة الأفريقية أو في الدولي ربما كده يكون من الأسماء المطروحة أمام كارلوس كيروش طيب البعض بيقول أن الأهلي تراجع في الشروط التاني ومقدمش نفس الأداء بتاع الشروط الأول على الرغم من أنه بقى فيه مساحات يعني فيه اثنين من لعيب الهلال مطردين فبقى فيه مساحات أنك تجري وأنك تعمل خطورة فأي سبب التراجع ده؟ شوفوا أنت أطمئنانك للمباراة وخصوصا أنك حسمتها من البداية مبكرة أهداف مبكرة وخلصت تقدم مبكر واثنين طرد في فريق السعودي حسيت أنك خلاص بقيت ليدنج في المباراة وبقيت أنك حققت كل أهدافك في المباراة لكن السكورد بيفرق طبعا طبعا بس هو 4-0 مع الهلال السعودي الهلال السعودي ليس فريق سوارة يا جماعة الهلال السعودي بطل أسيا وفريق قوي جدا والسكوات بتاعه في اسكوات عالي الناد الأهلي راجع بانتصار شايفه انتصار عظيم جدا للقرة المصرية والقرة الأفريقية بشكل عام وزي قلت لك ده اللي خلى اتحاد الأفريقي كمان بيتكلم على أنه هو فخر القرة الأفريقية 3 برونزيات 2006 ومرتين على التوالي البطولة اللي فاتت والبطولة دي إنجاز كبير جدا جدا يحسب ليه الناد الأهلي وبيؤكد فيها فعلا أنه هو قادر على تمثيل مصر في المحافلة الدولية بشكل أكثر من رأيه طيب جمهور الأهلي بقى أزعليه من حسين الشحات عشان بيضيع الفرص السهلة شوفت ده ازاي شوفي طالما أنت بتضيع يبقى أنت بتحاول تكتهد وبتعمل اللي عليك وبتوصل وبتحاول تحقق ده وأعتقد أن حسين الشحات من اللعيبة برضو اللي ظهرت بشكل طيب في الفترة الأخيرة ربما جمهور الناد الأهلي دايما ما بيشبعش ديت الجملة دايما اللي بيحبها عايزين الأحسن يعني يخلص البطولة يقولك طب البطولة الجاية إمتى طب خلص البطولة التسعة في دورة أبطال أفريقيا أنا عايز البطولة العشرة وهكذا حتى هم راجعين بارح الناد الأهلي راجع بالبرونزية وإنجاز كبير جدا واحتفالات كبيرة جدا شوفناها كمان حتى أليو ديانج وصورة مع كانتي أحد أفضل لعيب نص الملعب في العالم وكانتي نفسه هو اللي يطلب القاء مع أليو ديانج حاجات جميلة جدا الآن الجمهور بيقول طب البطولة الجاية هنعمل إيه طب هعنا عايزين نوصل لنهائي طب هعنا دا دايما جمهور الناد الأهلي بيحب دا Bangkok دايما أنه يكمل ويبقى عنده شغف دايما ونهم للبطولات وما يوقافش عنده نقطة معينة أعتقد أن الحسن الشحات قد ده بشكل كويس ولكن جمهور الناد الأهلي عايز الأحسن والأحسن داي طيب زمالك مبارة حم يكون موافق في المبارات ولكنه تعادل في الثواني الأخيرة إيه رأيك في المباراة؟ سوق حظ كبير جدا قبل نادي الزمالك في المباراة أمس وفي المباراة الافتتاحية طبعا كان راجع تعتبر كسر ربطك مباريات تجربية شوية ولكن دي تعتبر المباراة الرسمية بعد فترة غياب كبيرة من أمم أفريقيا والتوقف الأخير الزمالك كان المفروض أنه يقدر يحقق انتصار يبدأ يفتح به البطولة ويفتتح مشواره بشكل كويس يتفاجئ ان هو يتأخر بهدف وكمان الهدف تاني فريق الأنجولي كان باغت الزمالك مبكرا وعنده عناصر جيدة وحصان السناء الهجومي اللي عنده جناح الأيمن جناح سريع جدا وكان واضح جدا فيه الهدف الأول هدف التاني فيه شبه التسلل شفناه من راكلة سابتة ولكن في النهاية الزمالك كان متأخر بهدفين مع التغييرات ومع ان الزمالك بيحاول يستعيد الزمام المباراة من جديد قدر ان هو ينجح فيه يدرك التعادل اتنين اتنين وضيع ثلاث فرص كرة في العرضة وكرتين في القائم على مدار شوطايا المباراة للوينش والزيزو ولأشرف بن شارقي اعتقد ان النادي الزمالك نقطة أفضل من الخسارة وخصوصا ان انت لما تخسر في ملعبك في بداية دور المجموعات هتبدأ الحزبة تتعقد لكن ان انت تعيد الحسابات من تاني وتاخد نقطة يعني نقطة أفضل من لشيء اعتقد ان النادي الزمالك الجولة الجاية مواجهة صعبة جدا مع سجرادة في أنجولا كمان الوداد هيروح أنجولا هيقابل بترو أتلتكو ربما الجولة دي تعيد حسابات المجموعة تاني الزمالك لو رجع بنتيجة طيبة من أنجولا اعتقد انه هيعيد نصاب المجموعة بشكل طبيعي الحسابات الفنية بتقول الوداد والزمالك يتأهلوا ده الحسابات الفنية للمجموعة اعتقد ان ان شاء الله مع الجولة الجاية الزمالك يقدر يصحح الأوضاع طيب الأخطاء الهدفين اللي يكون في الزمالك كان أخطاء مين هل هي دفاعية أم أن أبو جبل يتحمل شوف نقدر نقول أنه كان فيه الهدف الأول كان كرة خطفة سريعة من الجناح الأيمند مر بسرعة جداً ما كانش فيه تغطية جيدة في الزهير الآيسر في زمالك أنه هو يقام من المبارضيات وكمان في التمركز الدفاعي لا يسأل أبو جبل عن الهدف الأول لأنه كان سريع جداً وراجع كارتيرون يمكن أن أرى الفريق الثاني غلط مثلاً شوفي وكارتيرون يتحمل بعض الأخطاء الفنية منها مشاركة بعض العناصر في المباراة أنا تحديداً ما كانش ينفع أبو جبل يشارك على عواد رغم الأداء الرائع جداً من أبو جبل في طورة أمم أفريقيا ولكن ما كانش هو واللعابة الدولية كلهم ما كانوش في أفضل درجات الاستعادة الفني اتضربوا تدريبة واحدة بس قبل المباراة يعني رجعوا خدوا ثلاثة يام راحة اتضربوا تقريباً يوم الجمعة ويوم السبت شاركوا في المباراة ده ما كانش هينفع أن انت تبقى فت فيه ذهنياً حتى في الملعب كنت أتمنى أن يبقى عواد موجود كنت أتمنى أن بعض العناصر التانية بعيداً عن اللعابة الدولية تشارك ولكن زمالك عشان القايمة محدودة عنده عشان كمان موضوع القيد اللي هو موقوف من القيد فما كانش قدامه حل غير أن هو يشارك في الموضوع ده كارتيرون مش هنقدر نقول أنه هو مقراش المنافس بشكل كبير لأن كمان بترو أتلتكو يعني ديت لسه جولة الأولانية بعد فترة تغياد اعتقد الفترة اللي جاية كمان مع سجرادة المواجهة اللي جاية لأ إن شاء الله الزمالك يعيد تصحيح عوضاعه إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله نادي الزمالك احنا لسه بنقول احنا في بداية المشوار شكراً جزيلاً لك أستاذ عبد الحميد فراج الناقض أراضي ألف شكراً لك شكراً جزيلاً